من فكاهه أيوب اللي كان رجل بار وكامل في عيننا الله الشيطان قدر أنه يمتلك أو يعني يخليه يخسر خسائر مادية كتير وكمان يأذي صحته صحيح فالناس ممكن يقولونه زي ما هذا حصل مع أيوب ينفع يحصل معايا وصحيح ممكن أكون بار قدام الله بس برضو أتيز يعني قصة ما بدأتش بكده القصة بتاعت أيوب نرى من أولها الشيطان بيقول الله أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له لكن أنت ده كان نوع من التحدي بين الله والشيطان والله لأنه عارف أن أيوب حينتصر سمح له قال له طب خد ممتلكاته بس ما تقربش منه يبقى برضو الله سمح وفي حاجات قال له لا ما اسمح لكش بعد كده الشيطان في خبثه وشره قال له لا ما أنت مدتنيش فرصة مدتكش فرصة لما أمس مفلسا بعد سعة يعني يا رجل من أعظم بقم فلس وبعدين عنده عشر ولاد يموتوا دفع وعدة اللي بيموت منه ولد ما بيستحملش عشرة وبعدين أنت لسه مدتنيش فرصة عشان تشوف في قلبه أسود قد إيه الديني فرصة على صحته برضو ربنا أدى له بس قال له لكن إلى نفسه لا تقرب يبقى إذن برضو حطط لحدود والأمر كله كان لتزكية إيمان أيوب ولخيره وبارك الله آخرة أيوب أكثر من أولى بس البداية ما كانتش أنه كان سادح يعني الشيطان يعمل زي ما عايز ده بالعكس ده هو حاسد أيوب أنت مش مديني فرصة عليه ما أنت مسائك حواليه وحاول بيته وحاول كل ما له فده بيطمننا أنه ما حافيش حاجة تقدر تحصل لنا إلا بإذن أبينا اللي مكتوب عنه في لقى 12 أن شعور رؤوسكم جميعها محصات يعني أنا لما بغسر راسي على تحت الحود ببص ألاقي كمية شعر النزل ولا واحدة نزلت من غير إذنه إمن هذا الإله المتحكم بهذه الصورة في أقل القليل في جسدي شوية شعر هو الله موسيقى موسيقى